السلام عليكم وحمد الله وبركاته. معكم عبدالعيس حسام من موقع خدمات وبوب دوت كوم. هنتكلم الهوردة في سكشن جديد وهو الكنترولر. بس قبل ما نتكلم في السكشن بتاع الكنترولر هنبص على بتاعة لارافل بيعمل ايه بالزبط من اول ما انا اقول له افتح الموقع لحد ما يظهر لي البيانات دي. يعني من اول عايزين نفهم اول ما بدوس هنا كده. بقول افتح خدمات بوب. اللي بيحصل لحد ما يديني لحدكم شايفين قدامكم كلها دي. تعال نشوف الموضوع ده. في هنا جراف بسيط بيوضح القصة. هنبص علي. طيب. اول حاجة بتحصل ان اليوزر بيطلب راوت. انا دلتوا تقلت له هاتلي خدمات وابدتكم. تعم? ده اول حاجة حاصل. تمام. طيب ايه الراوت? عشان نبقى فهمين بس عشان ما حدش افتكنا ان الراوت ده اختراع. الراوت ده عبارة عن قريك كبيرة. طيب. بنحط فيها كل الراوت بتاعتنا. وانا لما ادي له الراوت بيبدأ يشوف هل الراوت ده موجود في الاري دي ولا? بس مش اختراعة مش قصة كبيرة يعني هو باري كبيرة ويبدأ ايه اه انا جاي لك براوت موجود في الاري? خلاص تمام. يفتح لك الراوت. ما لقيتش الراوت بتاعك موجود في الاري بتاعتك? هم باعت لك باعتك على صفحة error. بس كده موضوع بسط جدا جدا. تمام. يبقى دي اول خطوة. بيبدأ يشوف هل الراوت اللي انت طلبه موجود في الاري دي ولا? تمام. لو لقى? بيبدأ يشوف الراوت ده بقى وظفته ايه بالزبёт. خلاص انا لقيت الراوت هو لقيت الراوت اسمو خدموات ويب فعلا. عامل باي? لقيت ان الراوت اسمو خدموات ويب ده هيحولن على كنترولر. تمام? فيبدأ ينادي على الكونترول ده هاتلي الكونترولر الليosto اللي انا هشغل به الراوت ده او الراوت ده بيشغله. تمام? فيجيب له كنترولر. فلاقي ده مثلا بينادي على معينة. فيقوم بشغل الفنكشن دي. جوا الفنكشن بتاعت الكنترولر كل القصة بتحصل بقى. كل المدعكة بتحصل في الفنكشن بتاعت الكنترولر دي. تمام? طيب. ايه اللي بيحصل? في الغالب في الغالب بيحصل التالي. في الغالب في اغلب البروسيس تاعت الموقع بيحصل التالي. الكنترولر بيوح هناك دي على الموديل. ايه الموديل ده? الموديل ده عبارة عن حاجة بتعامل بيها مع الداتا بيز. تمام? بقول له خد الداتا دي يا موديل سيفالف داتابيز. يا مودل انا عايز منك الداتة الفلانية. يا مودل هاتلي اه اتاكد ان الداتة دي صح. يا مودل كزا وهكزا. اي حاجة فيها داتابيز بيستخدم فيها المودل على طول. طعم? بتعامل هو اللي بيني وبين الداتابيز. اللي بتاع المودل ده. طعم? طيب. فمسلا ساعلا نشوف مسلا هنا في خدمات ويب ايه اللي بيحصل? مسلا احنا هنا بس انا ما يجيب شوية الدروس دي او شوية بلاي لست دي. طعم? طيب. فاللي بيحصل ايه? راح خدمته بفتح الكنترولر. وبعد ما افتح للكنترولر خلاص راح مشغل فلاغ الفنكشن بتقول له هاتلي البيلاي لستز الاخيرة اللي موجودة في الداتابيز. طعم? فبيروح ينسيلي دي على المودل. ويقولنا يا مودل هاتلي البيلاي لستز اللي عندك اللي في الديتابيز الاخر كان في الآخر موجودة عندك في الديتابيز. فالمودل يروح للديتابيز يقول له هاتلي اخر بلاي لستزم السجيلة عندك. فتقوم ة مراجعة للموضل. طعم? وبعد كده بعض ما الموضل ياخد الداتا دي يقوم بصيها تاني. طعم? balcleader هنا بقى مع التداتي خلاص. آآ جبت الدات بتاعتي معاي فى دي. هقومي بصيها على الفيو. طعم? الفيو بقى وزفته هنا ايه? الفيو هنا بيبدأ يتعامل مع الداتا بقى. بيبدأ يفور ايتش عليها. لو هي مسلا في داتاك تيرة بيبقى يفور ايتش عليها او هريف فيها اوبجكتات بييفور ايتش عليها. بيتأكد ان فيها data صح. بيتأكد ان فيها صور مسلا. بيتأكد ان هي مسلا اه data valid. بيتأكد من حقيقة جدا. بيتم شوية process معينة في view. وبعد ما ال process دي بتخلص بيبدأ يعمل render للمتصفح. او يبعت output بتاعك للمتصفح بتاعك. ويبدأ يظهر عندك الشكل اللي في الاخر اللي اللي بتشوف هنا اللي هو خدمات وب. طبعا عندنا مستقل بسيط لان خدمات وب هنا الصفحة بتعمل حقيقة كتير غير ان هي بتنادي على تمام? بتعمل كزا حاجة يعني. بس ده حاجة من الحاجات اللي بتعملها الصفحة الرئيسية عندنا. قيس على كده كل حاجة بقى في الموقع. لو انا مسلا داخل على صفحة مسلا المجتمع. نفس القصة بروحها ده وعرضت على المجتمع. وبعد كده اجيبها بتاع المجتمع. وبعد كده اروح اقول له هاتلي كل الاسئلة في الاتابيز. في الاتابيز تبعت لي كل اسئلة. الموديل بعتها لي الى كنترولر. كنترولر يبعتها بتاعنا او المستخدم النهائي للمواقع بتاعنا. نفس القصة في كل حاجة في المواقع. فانلاقي الموضوع بسيط جدا يعني في الاخر موضوع برمجة المواقع مش موضوع صعب قوي قوي يعني تمام? هي كلها بتتعامل مع بتسايف بتحفظ. هتلاقي حاجات وليلة اللي شازة عن كده يعني تمام? ده باختصار القصة. شوفكم بالدرس الجاي. السلام ورحمة الله وبركاته.